قال فضيلة الدكتور سنة الابتلاء لا تتخلف فهي سنة لله سبحانه وتعالى في خلق لا تتخلف على الاطلاق خاصة إذا علمنا أن الابتلاء لا يكون بالضراء فقط وإنما يكون بالصراء فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه وناعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا كلا فالله سبحانه وتعالى سمى الامرين ابتلاءا فما من أحد في هذا الكون إلا هو مبتلى بشكل أو بأخر وربما يكون الابتلاء بالضراء يعني يكون الابتلاء واضحا وترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى لكن الابتلاء بالصراء لا يلاحظه الناس كما حضرتك تعلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما ذكر كان يقدم له طعام الافطار في حديث يعني موطن الشاهد أنه قال ابتلين بالضراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فصبرنا وابتلين بالصراء بعده فما شكرنا فالابتلاء واقع خاصة إذا قلنا أن الابتلاء يكون بالصراء ويكون بالضراء وكما قال فضيلة الدكتور أن الابتلاء ليس علامة على عدم رضى الله سبحانه وتعالى على المبتلى وأيضا ليس علامة على أيضا رضى الله على المبتلى فالابتلاء قد يكون علامة رضى وقد يكون علامة سخط من الله سبحانه وتعالى فهذا ابتلاء كما قال فضيلة الدكتور يعني أشد الناس ابتلاءا الأنبياء فالأمثل فالأمثل فهذا الرفعة الدرجات وهناك ابتلاء يكون بسبب كما أيضا أشار فضيلة الدكتور ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي ديناس